السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد انديل ودي قناة احواض المالح للمبتدئين واستكمالة للموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة السابقة عن معدات تدوير المياه احنا اتكلمنا عن الويف ميكر في الحلقة اللي فاتت والمرة دي هنتكلم عن البامب وموضوع الفلترة وارتباط الموضوع ده بالبامب والحاجات دي كلها وعلى اي اساس بتختار البامب المناسب للحض بتاعك طبعا الحيرة اللي بتقبل اي حد داخل في مجال المارين جديد معدات تدوير المياه وشمعنا ما شغلش الباور هيت بتاعي وخليه اعمل لي الموضوع وشمعنا ما استخدمش البامب بتاعت العزب في المجال بتاعي طبعا احنا اتكلمنا عن الويف ميكر في الحلقة السابقة زي ما قلنا وخلاص احنا وضحنا الموضوع ده النهاردة هنتكلم عن انت ليه بتختار البامب وعلى اي اساس تختار البامب بتاعتك يعني اتفكر في ايه وبتعمل تجهيزات لها ايه بالزبط في الحوض وتركبها ازاي في الحوض بتاعك وليه ما ينفعش تشغل حاجة زي الباور هيت وليه لازم تحتاج بامب خاصة بحوض المارين في الحوض بتاعك او يعني ايه بامب خاصة بحوض المارين اساسا في الحوض هنشتريها للحوض بتاعك سوى مع بعض فنتوكل على الله طبعا البامب دي معدة مهمة جدا او المدخ دي معدة مهمة جدا عاملة زي القلب بتاعيه كان حي دورها مهمة اوي انها تعدي انها تبقى يعني يعني رفع الميا من مكان اللي هي موجودة فيه للحوض اللي هو الرئيسي بتاعك بعد ما تمر على معدات الفلترة كلها التحريك الميا ما بين الحوض الرئيسي ومكان الفلترة او الصنب بتاعك مهمة اوي ان هو يبقى بقدرة كويسة ومناسبة بحيس ان هو يساعد المعدات دي ان هي تعمل الوظيفة بتاعتها بتاعت الفلترة على اكمل وجه وفي نفس الوقت ما تبقاش كبيرة جدا او يعني قدرتها عالية اوي بحيس ان هي ترهخ الاسماء بتاعتك او تعمل لك مشاكل في الحوض اساسا فيا يا تارة بنختار عليها اساس ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي اول نقطة في الاختيار للمواصفات بتاعت المدخل مناسبة للحوض بتاعك هي بتختار قدرة البمب بتاعتك على اساس كم لتر في الساعة فتعال نشوف سوا كم لتر في الساعة الاحترامي بقى للناس اللي مرتبطة بقاعد القديمة واللي بنسمع كلامه نقوله نردده بدون ما نسأل ليه او نفهم ليه لا انت من حقك تسأل ليه البمب دي كل وظيفتها ان هي تكون سبب في ان المياه بتتنقل من مكان الفلترة للحوض بتاعك تنزل تاني تعدي على معدات الفلترة وكده ففي قاعدة بتتقلل ان هو لازم تكون 10 مرات قد المياه اللي في الحوض يعني لو حوضك 100 لتر تبقى 1000 لو حوضك 500 لتر تبقى 5000 انا بقول لك العشر مرات دي غلط الناس بالعكس ده فيه هو بيجيبوها ويجيبوا البمب عشر مرات قد الحوض وفي الاخر يضطروا يقللوا القوة بتاعتها من الكنترول بتاعها عشان خطر بتبقى عملها صوت ودوشة والميا معدل صارانها زايد قوي فما بتبقاش انت محتاج كل الكلام ده طب يترى في اي صنب مثلا مثالي في حواض المارين هنقول فيه شوية معدات مليات طبيعية تبقى موجودة مثلا فلتر شراب سكيمر ريكتورات سخان عندك صابع مثلا بكتيريا عندك ريفيجيم عندك لمب تيوفي مثلا متركب عشان تفلتر في الحب بتاعك عندك مضخة بتدي جرعات للحض اسمها دوزينج بامب او الدوزر كل ده متركب في نظام الفلترة بتاعك يا ترى كل معدة من دول بتحتاج يعدي عليها الميا كام لتر هقول اول معلومة طبعا يعني انا اتعبت على ما لقيت لها مرجع فلتر الشراب اللي قطره عشرة سنتي من فوق وطوله تسعة وتلاتين سنتي محتاج سبعمائة وستين لتر اقصى حاجة تعدي عليه في الوقت اللي هو بتاعه في اللي هو يعني ده اللي هو حاجة اللي قدر يفلترها بسهولة وفي نفس الوقت تديك كفاءة عالية في الفلترة بتاعته الاسكيمر بيبقى دايما قدرته تلات او اربع مرات او هي قدرة البمب او الكمية الماء اللي بيسحبها عشان يقدر يفلترها قدي تلات اربع مرات الميا بتاعت الحب بتاعتك الرياكتورات او المفاعلات بتبقى يعني اقل من مرة او ممكن تطلع لحد مرة لتلات مرات حجم المياه اللي في الحب بتاعك الصوابع البكتيري او الميديا وفي نفس الوقت السخان بيحتاج من اربع لخمس مرات حجم المياه التالحوض يعد عليه الميديا لازم يبقى عليها تغير كبير ده اقولك ما يبقاش عليها مياه بتعد كتيرا ممكن تركب على الميديا وده هيديك كفاءة عالية جدا ويف ميكر يخلي المياه في الحيز اللي موجود في الميديا ده بيتحرك عليه المياه كتيرا فده هيديك كفاءة فلترة بيولجية اعلى اليو في بتحتاج من مرة لتلات مرات برضو على حسب حجم المياه في الحب بتاعك وفي نفس الوقت اقل من كده بكتير وبيقولك ان الريفوجيم لو انت المياه بتعد عليه ما بيحصل فيها تغيير في الكيميا ما بينها ما بين الحوض الرئيسي بتاعك فخلاص عادي فبرده من تلات لأربع مرات عادي جدا بالتالي قعدة عشر مرات دي انساها واللي احنا كده متفقين عليه واللي احسن لك حتى الميزانيتك هيبقى انك تجيب بامب خمس مرات او اربع مرات قد حجم الحوض بتاعك ويفضل خمسة عشان اللي انا هقولولك بعد كده اتفقنا على النقطة دي تعالى بقى نتكلم في التجهيز للبامب دي اللي انت هتركبها في الحب بتاعك مهمة اوي ان انت تخلي في اعتبارك ان البامب دي هيتركب لها وصلات بتجيب المياه من الحوض لتحت المكان الفلترة وفي مصورة هتاخد منها من البامب او من المكان الموجود في البامب ليه تطلع تاني الحب بتاعك عشان نعمل الدايرة اللي هي المغلقة بتاعت الفلترة دي فيتارى الكلام ده حطه في اعتباري ازاي هقولك ان في عالم اسمه هازن وليمز الراجل ده عنده في معادلة كده بتقولك ازاي تقيس اللي هو كتر المصورة المناسب للبامب يعني لو انا جاي ب 3500 لتر بامب المفروض المصورة اللي بترجع بقى من الحوض بتشفط المياه من الحوض او المياه بتنزل فيها اوتوماتيك من الحوض نتيجة الجاذبية تبقى كترها قدية في معادلة علمية طبعا مش هدخلها فيها بس هبعتلك المعادلة هتشوفها قدامك اللي هي اللي قدامك دي بخلاف المعادلة دي في جداول معروفة اللي هو يمشوا عليها بقالهم فترة الجداول دي بس الغرض منها انك انت تبقى عارف البامب بتاعتك لو هتجيب مسلا بامب الف لتر ممكن تركب مسورة كترها قد ايه تسحب المياه بحيث ان لما الحوض يضاف فيه الف لتر في الساعة هينزل منه الف لتر في الساعة لان انت لو حاطت بامب بتطلع الف لتر في الحوض والمسورة ده بتنزل خمسمائة لتر في الحوض هتلاقي الحوض بتاعك ماليته كلها على الارض اكيد دي حاجة انت مش محتاجة فهقولك ان لو بسط كده للجدوة لو ممكن تاخده سكرينشوت وتخليه عندك دي الاقتار بتاعت المسورة اقل الرقم الولاي لده بتاع لو المسورة بتاعتك نزلة وفي حاجات بتخاوم سراء الميا زي اكوعة او حاجة زي كده بالتالي هيبقى القدرة اللي هي الرقم الولاي لده او معدل سراء الميا فيها الرقم الولاي لده ولو مفيش حاجة والمسورة قصيرة وعدل على طول هيبقى الرقم الكبير ده اللي هو اقصى حاجة المسورة تقدر تاخدها في الساعة حاجة من ضمن الحاجات لو انت حابب تدخل في تفاصيلها برضو اكتر هقولك ان كمان ده كمان البمب المسورة اللي هي بتزق فيها الميا وتطلعها لحب بتاعك لو فيها وصلات زي اكواع مثلا او اي توصيلات تانية او فيها مواسير ماشي افق ورأسي كل ده بيأثر على الضغط وعلى قدرة البمب ان هي في اخر نقطة او في المياه اللي ترجع لحب بتاعك مش هتبقى مية في المية من قدرة البمب وهقولك ان في بقى ليها جداول يقولك مثلا لو كوع تسعين درجة المية هتعدي فيه وهو كطر واحد بوصة كأن المية مشيت متر زيادة فدي حاجات تحطها في اعتبارك بس يعني احنا بنتكلم على الحواد والموضوع ابسط من كده شوية حابتين فهقولك ان كل الشركات المصنعة للبمبات بتعمل زي خرايب بيقولك ان مثلا قدرة البمب لو الف لتر في الساعة هتطلع لحد متر لو الفين هتطلع لحد تلاتة متر وهكذا فلازم تبص للخريطة وتراعي قطر المواسير واطول المواسير اللي انت هتركب عليها البمب عشان توصل المية لحضر رئيسي بتاعك وترجع عليك تاني في نفس الدايرة المغلقة وخلاص كل حاجة تمام تعال اقولك تلات نصائح كده تعملهم وانت بتركب البمب بتاعتك خلاص اول حاجة خلي فيه زي ما بين البمب وما بين المواسير بتاعتك اللي ربطة فيها في وصلة زي خرطوم كده في الاول او اي وصلة مارينة حيس انها تقلل لك الزبزبات او حركة جسم البمب لان ده ما طوره شغال بالتالي لو ما فيش حاجة تمتص الحركة بتاعته دي هيعمل لك صوت في الحب بتاعك حاول تركب لو اسمام تشيك بالف اللي هو نظام البوابة ده بحيس يحميلك برضو ان انت لو البمب بتاعتك بترمي في جوه في الحوض على ربطة تحت سطح المية فالمية بتاعتك ما تنزلش كلها على الارض لو البمب وقفت لنتيجة انقطاع الكهرباء على الحاجة برضو حاول تخلي في وصلة متركبة بعد البمب بحيس تطلعها في اي وقت اللا كور تجميع يعني تطلعها في اي وقت وترجعها تاني ايه في المكان بتاعها ايه تاني اللي انت هتدارها عليه في البمب بقى وانت بتشتريها ان هي تكون مسلا دي سي مش اي سي اللي هي بتشتريها تار سابت مش متردد يكون البمب السلكي بتاعها طويل كفاية بحيس تغرف توصلها في اي مكان انت عايزه لو الفيش بتاعتك حبيت تغير مكان اي حاجة البمب تكون قدرتها عالية وفي نفس الوقت استهلاك قدرتها عالية مع استهلاك وقت قليل هتلاقي مكتوب عليها هي كام وقت وكده برضو تكون البمب متركب زي مصفة حماية على المكان الشفط بتاع اللي تسحب منه المية وترجعها تاني الحب بتاعك دي هتحميك ان لو في اي حاجات او حاجات صلبة او كبيرة ان هي تخش جوه قلب البمب تحشر العمود بتاع الدوران وفي نفس الوقت تدمره لك توقف لك البمب او تبوزه لك وفي نفس الوقت يا ريت لو القاعدة بتاعتها بتركب فيها حاجات كده زي تمتصص الصوت بتاعها والحركة الزبزغة بتاعتها يا ريت لو البمب يكون معها شوية وصلات ينفع تركبها على اي قطر انت عايزه يا سلام لو البمب بتاعتك كمان تكون فيها زي كنترول اه مهم او الكلام ده كله طبعا هفاكرين الحد ده اه شفناه ده هنا صنب خلفي عشانو بقى فاهمين برضو احنا يعني ايه بنتكلم على صنب خلفي المية بتنزل على فلتر شراب عدت على المكان اللي فيه لسكيمر اه وفي نفس الوقت بعد كده البمب خدتها ورجعتها تاني للحوض هنا ده بتختاره على اساس معين ولو احنا بنتكلم على اه صنب خلفي اه ده المنظر اللي انت ممكن تبقى يعني متوقع حاجة شبهه لو جينا بقى بنتكلم على صنب تحت اه اه او صنب صوفلي او مكان فلتر صوفلي فهنتكلم عن حاجة زي الحوض اللي صورناه في محل الحاجة محمد عاطية اه ده يوضح لك المراحل بتبقى عاملة ازاي مثلا وطبعا ما شاء الله شغل الاكريرليك بتاعه جميل جدا يعني اه فلاتر شراب بعدين سكيمار بعدين زي ما قلنا ريكتورات وريفيوجيم وكده اخترت البمب خلاص وعرفت قدرتها وعرفت نصائح التركيب تعالى بقى نتكلم سوا كده نشوف سريعا كده هو لي انت ما ينفعش تركب مثلا حاجة زي باور هيد او المعدات بتاعة الماء العزبة في الماء الملحة طبعا هشرحنا جزء منها في الحلقة اللي فاتت بتاعت الويف ميكر تاني اللي موجودة اللينك بتاعها في الوصف ولكن دلوقتي هنفتح مع بعض المعدات اللي احنا شايفينها مع بعض في الاول ونشوف يا طرق ايه ايه الفرق ما بين كل حاجة والتانية اول حاجة عندنا الباور هيد الباور هيد بتاع العزب اللي كان موجود معنا لما نجي نفتحه هنلاقي ان الباور هيد بتاع الماء العزبة او المعدات اللي خاصة مماية العزبة بتوأ داية من عمود الدوران بتاعها معمول من معدن اللي هو زي الاستانلي ستيلا أو كده ده في الماء العزبة ما بيحصلش اي تغيير عليه لكن في الماء الملحة هيصدي وهيعمل مشاكل وهتفعل مع الماء المالحة وبالتالي هيبقى موزي للكيانات اللي في حب بتاعتك حاجة التانية ان اصلا الباورهيد او الحاجات دي بتققى دايما قدراتها قليلة وغير مناسبة ان يترفع الماء المسافات كبيرة او 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 كده ولكن احيانا بيستخدم لو القلب بتاعه السراميك وارد تستخدمه لو انت عندك سنب خلفي ومش محتاج حاجة بقدرة عالية فربما يكون هيقد الغرض لو انت عرفت توظفه بالطريقة الصح فده اول حاجة عن لو القلب بتاعه السراميك ولو هو مخصص للماء المالحة وانت وشايف الكدرة بتاعته مناسبة طبعا هتركب له المصفى اللي بتركب تحت عليه وهو هيديك الغرض اللي هو بتاع تحريك الماء لو انت عندك سنب خلفي او حاجة لو انت لقيت حاجة زي كده وده في الغالي مش هتلاقي باورهيد مخصص للماء المالحة اساسا معظمها بتوقع تسعة وتسعين بوين تسعة في المية اصلا مخصص الماء العزبة بس تب ما تيجي بقى نعمل كده انبوكسنج بقى ونشوف لو في مضخة خاصة بحواد المارين او خاصة بحواد الماء المالحة وتعال نشوف هالي طارع فعلا احنا لازم ندور على الحاجات اللي احنا قلنا عليها ولا لا فدي مضخة نوع من انواع البرندات الموجودة اللي اسمها جيبو دي تعمل خمس تلاف لتر في الساعة كنت اجابها باستخدمها من ضمن المضخات اللي في الحب بتاعي زي ما احنا شايفين متركب لها المصفة اللي احنا قلنا عليها لبتحمي مكان الشفط من ان يدخل في حاجة صلبة كبيرة توقف عملها كيس اللي هو في الواصلات اللي بتركب عليها البامب بتحيس تركب على اكتر مواسير مختلفة وحدة التحكم او الكنترول الخاص بالبامب بحيس تعلي او توطي او تغير الوظيفة بتاعتها وبيقول لك البامب عليها كان مواط بالزبط السلك الطويل اللي احنا قلنا ندور عليه بحيس ان هو يسهل لنا الكنترول نحطه نحطه في اي مكان او هنعلله في اي مكان وفي نفس الوقت مكان تركيب البامب يبقى اه سهل اللي هنلاقيه الوحدة اللي بتنقل الترانس اللي هو او الترانسفورمر اللي بتنقل الكهربا من اي سي كهربا متغيرة العادية لدي سي كهربا سابتة وبيفولت وقليل اه طبعا هنبص على القاعدة برضو بتاعتها هنلاقي متركب فيها زي حاجات كده مطاط دي بتبقى زي حماية ليها وبتقلل الزفزبات بتاعتها لو فتحنا وبصنا للقلب بتاع البامب هتلاقي ان القلب بتاع البامب بتاعك اه معمول من السراميك اللي هي معمولة با معمول بتكنولوجيا بحيس ان هو يديك اعلى كفاءة وفي نفس الوقت يقدي الوظيفة بتاعته بدون اي مشاكل وما يتفعلش مع الماء وعمل لك اي حاجة فده اللي هو الفرق ما بين اختيار معدة خاصة بحواد المارين وبين اختيار معدة او الاستسال وان احنا اختيار معدة خاصة بحواد الماء العزب وكده كده انت تعلمت ازاي تختار البامب وتختارها علي اساس وايه اللي تدور عليه اتمنى يكون الفيديو عجبكو تدرد طبق بقية السلسلة طبعا لسه هنزل الفيديو اللي جاي ان شاء الله على موضوع السخور وتختارها علي اساس وايه الصح ايه الغلط بتاعها وازاي تعمل اسكيب والفرش بتاع الارضية والديكوراب بتاعت احواد المالح وحواد الشعب المرجانية وطرق ازاي توفر لنفسك وقت ومجهود واتمنى يعني انك توفتكروني بالخير بدعوة بالخير بس على المجهود اللي بتعمل الفيديوهات دي ولو انت عايز تتواصل معايا على جروب الفيسبوك احواض المالح للمبتدين الاحواض البحرية احمد انديل السلام عليكم